بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتور سوس الناجد تميمي في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم دقائق عن تكيّس المبايض تكيّس المبايضة هذه المتلازمة التي تعاني منها الكثير من النساء السبب الرئيسي في هذه المتلازمة هو ماذا؟ السبب الرئيسي الذي أدى إلى الاختلال الهرموني وبالتالي حدوث عدم انتظام في الدورة الشهرية وبالتالي حدوث كذلك عدم الإنجاب الذي أدى كذلك إلى ظهور الشعر في توزيع ذكوري كل هذه اللخبطة الهرمونية أساسها هو ماذا؟ هو مقاومة الإنسلين ومقاومة هرمون الإنسلين السبب الرئيسي له ماذا؟ السمنة أنا تحدث في فيديوهات سابقة ما معنى مقاومة الإنسلين وكيف أن السمنة تؤدي إلى مقاومة الإنسلين فلا أريد أن أطيل في هذا الموضوع ولكن أريد أن أتحدث باختصار لأن هؤلاء النساء يطلبنا النصيحة الطبية في أكثر من عيادة وفي أكثر من مستشفى وتظل هذه الفتاة تبحث عن علاج يعني بدون أي فائدة يعني تظل هذه المرأة المصابة تبحث عن علاج وتريد أن تحمل وبعضها تريد أن تنتظم دورتها الشهرية بعضها تلجأ العيادات الجلدية للتخلص من الشعر الزائد وغيره وبدون أي فائدة لماذا؟ لأن السبب أن هذه المرأة المصابة لم تقتنع بأن السبب هو زيادة وزنها زيادة وزنك لا تقولي لماذا فلانة الفلانية أسمن مني ولكنها لا تعاني من المرض لأن هناك اختلافات بين الأشخاص من شخص إلى آخر أنت لا تريد أن تعاني دي نفسك أنت تريد أن تعرف السبب خلاص إذن السبب هو مقاومة الإنسولين مقاومة الخلايا للإنسولين يكون بسبب السمنة سبحان الله تلك الأسمن منك ليس لديه هذه المشكلة ولكن أنت لديك هذه المشكلة أنت لا تذهبي يعني مسألة عناد أنت هل تريد أن تعاني دي نفسك تريد تعرف السبب إذن لن ينفعك أي علاج ولن تنفعك أي فيتامين الذي سينفعك هو ماذا هو تخلصك من الوزن الزائد تخلصي من الوزن الزائد وكلي مأكلات صحية وتجنبي الأكل الخاطئ ونظمي أوقات الأكل أوقات الطعام نظمي نومك إذا عندك نقص بالفيتامين دا الخديه عندك نقص بالفيتامينات الأخرى خديها هذه الأشياء هي الحل الأساسي مارسي رياضة بشكل منتظم بمجرد ما ينقص وزنك أنت ستكوني وصلتي إلى السيف سايد وستكوني بأمان وستلاحظي أن كل هذه الأعراض والعلامات كلها راحت أصلا العملية كذلك سيدخل بها جانب نفسي أنت الآن سمنة السمنة أدت إلى ماذا؟ أدت إلى حدوث مقاومة الإنسلين حدوث مقاومة الإنسلين أدت إلى نشوء هذا المرض نشوء هذا المرض مثلا في المتزوجات أدى إلى تأخر الإنجاب تأخر الإنجاب أدى إلى ضغوط نفسية الضغوط النفسية سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى تأثيرات سلبية وإلى يعني لخبط في نظام حياتك وبالتالي لخبط في هرموناتك أكثر وأكثر وربما وصلت لماذا؟ للإحباط لكن بمجرد أنت ما تغيري نمط حياتك بمجرد ما ينقص وزنك أصلا وتقف أمام المرأة وترين قوامك صار بشكل أفضل وبشكل أجمل هنا أنت نفسيا سوف ترتاحي هذا الارتياح الذي سيكون بسبب شكلك الخارجي تأكدي أنه أيضا يعكس شيء ويعني شيء داخلي وهو أنه إن شاء الله بإذن الله تكون الخلايا صارت تستجيب للأنسلين وبالتالي بداية هذا المرض بإذن الله سينتهي منك كذلك عندما تلاحظين أن هناك ظهور شعر بطريقة غير طبيعية توزيع ذكور شعر في الوجه هنا وتذهبي لعيادات الجلدية وتدفع المبالغ الكبيرة لإزالة الشعر مثلا من وجهك بالليزر أو استخدام الأشياء التي ممكن أن تؤدي إلى تهدل الوجه مع الوقت طيب هذه الأشياء كلها ضغوطات نفسية الضغط النفسي سوف يدخلك في دائرة تمام؟ لا بداية لها ولا نهاية بالتالي يجب أن تعرفي سبب مرضك وأن تبدأي كما قلت لك وتعرفي أن السبب الرئيسي هو ماذا؟ السبب الرئيسي هو السمنة ونظام الحياة الغير صحيح وعدم ممارسة الرياضة في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله